الحمد لله الرحيم الغفار الكريم القحار مقلب القلوب والأوصار عزيز الغفار رحيم الوجود آلم الجهر والأسرار أحمده حمدًا دائمًا بالأشي والإذكار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن محمدًا نبيه المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل التعظيم والإكبار صلاةً وسلامًا تامين باقيين بقاء الليل والنهار أما بعد واتقو الله معشر المسلمين حق التقوى وتقوى الله ترفع بها الدرجات وتفرج بها القربات وتدفع بها الشرور والمقروحات وأعلموا عباد الله أن للهياة ركائس تعتمد عليها وأسسًا تبنى عليها ومعاني سامية تناط بها المنافئ والمسالح ومن هذه المعاني الأذيمة والصفات الكريمة التي تسعد بها الحياة ويتعاون بها الخلق ويتعاون بها الخلق الرحمة فالرحمة عباد الله خلق عظيم ووصف كريم أوتيه السعداء وأرمه الأشقياء الرحمة ضاربة في جذور المخلوقات ومختلطة بكيان الموجودات النبي حريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله مئة رحمة أنذل منها رحمة في الأرض وبها يتراحم الخلق حتى إن الفرس لترفأ آفرها والناقة لترفأ خفها مخافة أن تشيب ولدها وأمسك تسعة وتسعيد رحمة عنده ليوم الكيامة رواق البخاري فالرحمة صفة لله عز وجل فالرب جل وعلا متسب بهذه الرحمة كما يليق بجلاله والرحمة صفة كمال في الخلق صفة كمال في الخلق يتعاطه بها الخلق ويشفق القوي على الضعيف فيحنو عليه بما ينفع ويمنع عنه شرة ويتواد بها بم آدم فالرحمة في الفطرة التي خلقها الله ولكن قد تتمس الفطرة بالمعاسي فتكون الرحمة قصوة جبارة ضارة وما أن الرحمة فطرة مستقيمة وصفة عظيمة فطرة الله عليها إبادة وقد أكدها الإسلام وعجب على المسلمين التحلي بالرحمة والاتساب بها لأن دين الإسلام دين الرحمة وتعاليمه لتحقيق الخير والعدل والرخاء والحق والسلام والعبودية لله رب العالمين ولتحدي الباطل واجتساس الجزور الشر قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرحمون يرحمكم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء رواف أبو جودة والترمذي وأن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحم الله رواه البخاء ومسلم ورواه أحمد من هديث أبي السعيد ومن لا يغفر لا يغفر له وبالهديث مثل المؤمنين في توادهم وتراهمهم وتعاقبهم كمثل الجسد الواحد إذا استكى منه قطو تداء له سائر الجسد بالثهر والحمة والإسلام عباد الله حث على رحمة الصغير والكبير والضعيف أن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منها من لم يوكر كبير ويرحم الشغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رواه أحمد والترمذ وأن عائشة رضي الله عنها قالت جاء عرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تقبلون السبيان وما نقبله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَوَا أَمْلِكُ لَكَ أَنَّذَعَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ رواه البخاري ومسلم وأن نبي قريرت رضي الله عنه قال سبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شكي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وأن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويؤتي على الرفق ما لا يؤتي على الأنف وما لا يؤتي على سواه رواه مسلم بل إن الإسلام شمل برحمته حتى الحيوان البعيم وغيره لأنه جين الرحمة والأدل والسلام وعمر المسلمين بالتمسك بالرحمة في أرفع مآليها أن أبد الله بن جعفر رضي الله عنهم بحذ الجمل فجاء فتن من الأنسار واتبعه رواه أحمد وعبو داود فعلمه الله منطق الجمل كما علم سليمان منطق القير عليهما الصلاة والسلام وأن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة وهي نوع من القير معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمة فجعلت تعرش أي تفرف عليهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجاء هذه بولديها ردوا ولديها إليها ورأى قرية نمن قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن يا رسول الله قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار رواه أبو داود وعن ابن عمر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غردا أي هدفا رواه البخالي ومسلم وعن الشريب رضي الله عنه قال سبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل قسورا أبثا عج إلى الله يوم الكيامة يقول يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفاة رواه النساء وابن الحبب عباد الله ومن رحمة الإسلام أنه يأمر أتباعه بأن لا يزلغ غير المسلمين عيدا فأن هشام بن حكيم برهدام رضي الله عنه أنه مر بشام على أناس من الأنبات أهل الزبمة هبسوا في الجزية وقال هشام أشهد نسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يؤذب الذين يؤذبون الناس في الدنيا فدخل على الأمير فهدسه فأمر بهم فخلوا سبيلا رواه مسلم وأبو داود والنسائد أيها المسلمون ألا ما أهوج البشرية إلى هذه المآني الإسلامية السامية وما أشد افتقار الناس إلى التخلق بالرحمة التي تصمد جراح المنقوبين وتحس على القيام بهقوق الوالدين والأقربين والتي تواصل مستضعفين وتحن على اليتام والعاجزين وتحافظ على حقوق الآخرين وتهجد صاحبها أن دماء المعصومين من المسلمين وغير المسلمين وتصر أموالهم من الدماء والعلاق وتهس على فعل الخيرات ومجانبة المحرمات ما أهوج الناس إلى تخلق بالرحمة في هذا العثر الذي غادت فيه الرحمة إلا من شاء الله وغلمت فيه الأهواء وأعجب فيه كل ذي رأي برأيه ولم يحتكم إلى الكتاب والسنة ولم يراجع في آرائه الراسخين في العلم قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا كَوْلًا سَرِيلًا يُصُلِحْ لَكُمْ آمَالَكُمْ وَيَغَفْرَ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَكَلِفَهَا فَوْضًا عَظِيمًا عباد الله إن الرحمة هي الإحسان إلى النفس بالكيام بفرائد الله والابتعاد عن محرماته والإحسان إلى الخلق بفعل أنواع خير التي ينفع العباد ويصلح البلاد وكف العذا والشر فمن اتصر بهذا أدخلك الله في رحمته وبوأه جنته وأصلح له شعنه كله قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويبتون البكات والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينآهم عن المنكر ويهد لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس ويدو أنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وأذرواه ونصره واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المحلحون أيها المسلمون تخلق بصفة الرحمة فإن الحياة لا تصلح إلا بها وأول من ينفع بالرحمة صاحبها في الدنيا والآخرة وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة سلافة إمام عادل ورجل رحيم القلب بالمساكين وبي كل ذي قربة ورجل فقير ذوئي المتعفف أيها المسلمون تفقح في دين الله وابد الله على بسيرت وعلم ورحم خلق الله ببذل الخير وكف الشر وإن الله سائلك عن حقوقه وحقوق إباده يوم لا يمفع مال ولا بانون إلا من أت الله بقلب السليم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باربت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد للا مجيد اللهم جعلنا من الرحمن اللهم جعلنا من الذاكرين اللهم جعلنا من الشاكرين اللهم رحمنا ورحم آباءنا ورحم بماءاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رحم exactement وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسلك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزكا حسنا اللهم شرم رضانا ورحم موتانا اللهم شرم رضانا ورحم موتانا اللهم إنا نسلك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل اللهم أنزل الأمن والسلامة على وليتي بمخاسة وعلى نجيريا عامة لرحمتك يا أرحم الرحمن وعلى آتنا في الدنيا حسنا وفي الأخرة حسنا وكنا عذاب النار صل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا 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 شكرا